هل الزمالك ما عندوش مشاكل عنده مشاكل ايه هي المشاكل بتاعة نادي الزمالك مشاكل نادي الزمالك الواضحة جدا في البكات في الناس اللي بتلعب حوالين خلف البكات تحديدا ناحية حمزة المسلوسي ودي تدارجها في الشوء التاني لما نزل حازم امام ولما لاعب في بعض اللحظات او بعض الفترات بتلت مدفعين واضح انه الزمالك عنده مشكلة كبيرة عند حمزة المسلوسي هو ده الوحيد اللي مش قادر يعدل من المستوى بشكل رائع أنا فاكر حمزة المسلوسي في الدوري بتاع الساعة اللي فاتت سبع تامر مباريات وربع حمزة المسلوسي كان من نجوم الزمالك وانت بتتكلم في لعب دولي وباك راية المنتخب التونسي بس بقاله فترة مستوى مش راضي يرجع بقاله فترة بشكل واضح عبدالشافي النحاة التانية كانت اكثر امانة لنادي الزمالك والميزة برضو لعبدالشافي النهاردة مكتش بالعب علي رمضان صبح يعني برضو ده سهل المهمة شوية ده بجانب ان الخبرات عبدالشافي الكبيرة تخليه ما يتحطش في مواقف خطاعة كثيرة بس برضو البكات عند نادي الزمالك او اللعب ناحية البكات مش الاسماء نفسها في كثير من الامور التكتكية والفنية اللي محتاجي يعدلها فريرة مشاكل كانت موجودة اصلا من فترة كارتيرون واكيد فريرة هيبدأ يتضارك هذه الاخطاء عبدالطريق حمد لتشكيلة الزمالك قدت سقل لتشكيلة نادي الزمالك لسه طريقة حمد محتاج طبعا ياخد شوية طوعة عشان يرجع تاني المستوى الطبيعي المعهود بس بتدي سقل في تشكيلة نادي الزمالك امام عشون متقلق جدا عمل اداء رائع جدا في مبرط اليوم واحمل لعيبة المميزة جدا المهم دلوقتي لجميع النادي الزمالك انها تدعم الفريق بشكل كويس تدعم الجهاز الفني بشكل كبير جدا الزمالك كان عنده مشاكل فنية كبيرة جدا واخدوا بالكم من كلمة مشاكل فنية دي لما تيجي تقول على فريق انه عنده مشاكل فنية بعض الناس يتصوروا انه النادي عنده مشاكل فيه مشاكل في نادي الزمالك لا فنية فنية دي مانشستر سيتي ممكن يبقى عنده مشاكل فنية مانشستر يونيتد اكيد عنده مشاكل فنية برشلونا ممكن يبقى عنده مشاكل فنية مشاكل فنية دي شغلة المدرب انه يحلها ويعدلها فالزمالك الفترات اللي الماضية في أواخر فترة كارترون كان عنده مشاكل فنية كثيرة جزالدو فريلا مش هحلها في يوم وليلة هيحتاج وقت وفكرة الفوز النهاردة عشان تقدر تنافس انك تكسب واحد من المنافسين بتوعك على الدوري كل ده مع نوايا وفنيا وكل شيء هيفرق مع الزمالك الفترة اللي جاي لكن بيراميدز بصراحة عنده نجوم كبيرة ونجوم مميزة ونجوم رائعة ومدرب كبير جدا نفسي بس الزمالك مع الخسارة دي وخسارة النادي الأهلي يلم نفسه بسرعة كفريق فرقة تلم نفسها بسرعة عشان انا حابب ان بيراميدز ينافس على الدوري حابب مش عشان بيراميدز مش اسم النادي او مش النادي اي نادي ينافسها بقى مبسور بس انا عايز منافسة مش عايز المنافسة مرة اخرى يعني تبتصر على الاهلي والزمالك عايزين بقى تشوف بيراميدز يخش والمصر يخش ويالله فيوتشر مستقبان يخش وللتحدي يخش ولإسماعيل يالله ربنا يكرمه السنين اللي جاية ان شاء الله ويخش منافسة كل الفرق كل الفرق يعني حتى لو ما ذكرتهمش كل الفرق كل الفرق تنافس تنافس على الصدارة لا تصارع على الهبوط نفس اشوف المنظر ايلاقي كده ايه الدوري المصري في خمس ست فرق بينفسه على الصدارة بقى لاش خمس ست فرق ما اتطورش يا كريم ما اتكبرهاش قوي نفسي طبعا حلم يعني اربع فرق بيحصل في دوريات جنبنا كتير تلاقي في الجزائري بيتلاقي اربع فرق بتنافس المغربية هتلاقي ثلاث فرق بتنافس التونسي هتلاقي اربع فرق بتنافس السعودي اما اكلمك دلوقتي على اللي جنبنا جرانا مش هقولك بقى في انجلترا بيحصل ايه وفي اسبانيا بيحصل ايه وفي ايطاليا بيحصل ايه والكلام ده انا بقولك في الجرانا احنا الاهل والزمالك بطبيعة الحال هم الناس اللي بتنافس طوالوقت على الاركاب بس ليه لأ يبقى فيه فرق اخرى بتنافس فانا عشان كده مش عايز بيرامدز يهبط يعني يحس انه هو لا انا واضح انه قدام بخسر من الاهل والزمالك بقى انا مش فريق هايقدر ينافس لا بيرامدز عنده لعبين مميزين جدا لاعبين كبار لاعبين جايين من الاهل والزمالك اصلا لعبين دوليين يقدر ينافس على الدور يقدر ينافس على الدور حتى لو خسر من الاهل والزمالك قتلadas conADE ان كان بيخسر من برشلونة وليان مADE وبيروحوا يكسب الدور بس الاستمرارية انه يكمل انه يكمل وينافس ويقامن انه يقدر ينافس وممكن يكسب البطولة كمان